ألقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بيان مصر أمام الاجتماع الوزري لمجموعة السبع وسبعين والصين والمنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أشار وزير الخارجية في كلمته إلى تزامن الاجتماع هذا العام على احتفال بمرور ستين عاما على تأسيس المجموعة وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامن والتعاون المؤسسة له وأضف وزير الخارجية أن الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم اليوم ما هي إلا إنعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة كما شدد أيضا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع مشيرا إلى أن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مصاري حل الدولتين موسيقى